هاسبريسو منال لطفي يخوض الممثل المغربي رشيد الوالي تجربة تلفزيونية جديدة من خلال بطولة مسلسل يحمل عنوان عفاك ألف بابا يضم نخبة من ألمع الوجوه الفنية المغربية وكشف رشيد الوالي في تصريح لهاسبريس أن مسلسل عفاك ألف بابا عمل كوميدي اجتماعي يحمل توقيع المخرج إدريس صواب وهو من فكره الممثل القدير محمد الجمي الذي ساهم في كتابة السيناريو المسلسل رفقة خلية الكتابة وعن تفاصيل دوره وقصة المسلسل قال رشيد الوالي أنه يتقمص دور محمد التريكي وهو رجل تعليم يتقاعد عن العمل وفي يوم تقاعده يفكر بأنه سيرتاح فيستعد للسفر إلى مولايا يعقوب ليحقق حلم زوجته لكن مشاكل الأولاد ستحول دون ذلك فيضطرون كل يوم خلال ثلاثين حلقة أن يعيدوا حقائبهم إلى مكانها في انتظار اليوم الموالية لكن ذلك لن يتحقق وأضاف الوالي في حدثيه لهيسبريس أن العمل يكرم رجال التعليم وكل من أفن عمره في خدمة العمل وفي الوقت نفسه في تربية الأولاد الذين لا تنتهي مشاكلهم رغم تقدمهم في السن وهو ما يجعل الوالدين يفكرنا دائما فيهم وأبرز المتحدث ذاته أن عفاك ألف بابا يجمع ثل من النجوم المغاربة من بينهم السعدية أزكون هند بنجبارة يحيا فاندي فاطمة الزهراء لحرش جمال لعبابسي مصطفى المرضي وسحر الصديقي موسيقى